السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازايكم يا جماعة يا ربوا تكونوا خيروا في افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنصور مع بعض بقى الفراخ المتباقية من الدورة بتاعتنا. تمام? طبعا انتم شفتوا معي الحلقة وانا قلت لكم انا بعت بكزا وعملت بكزا وشفتوا معي كل حاجة. علشان طبعا الناس اللي هي يا جماعة كتخايفة ان هي تربيها. لا. تبدأ ان هي تشجع وتربي. ومن حظن نحظ كمان ان الفراخ ما شاء الله في يعني في الشتر بتشيل اوزان عالية جدا. وكمان آآ يعني ما شاء الله ان الايام دي سعرها رخص جدا. يعني اللي حاجة بيجيب من دلوقتي يا جماعة يجيب محدش يقول لك جوه برد لأ. احنا بنجيب وفعز البرد وزي ما انتم شايفين معي بس بسم الله ما شاء الله. آآ ماشيين معي كويس جدا. بس اهم حاجة هي حاجة بس اللي احنا نعملها. وده نقدر ان احنا هنعملها وحنا متطمنين. ان احنا ندفل الفرخ كويس. حتى لو انت هتربي الفرح هو هتحضنيه. في قلب شايتك او في قلب مطبخك زي ما احنا عاملين كده. وبرضو نضافة باستمرار يعني مش هنعمل ريحة للشقة ولا اي حاجة. تمام? طول ما الفرح صغير يا جماعة عمرة ما بيعمل ريح. النضافة دايما كل يوم باستمرار. حتى لو انت يعني ما تكيش في التربية. حاول ان انت تجيبي سندوق صغير كده. وتجيبي حتى عشر على قدك او خمستاشر. تقدر ان انت تربيهم. تأكل منهم ولادك او تربي البيتك. على اساس ان انت تبقى ضمن ان انت بتربي فرخ نضيف. مش بتشتري من بره ولا حاجة ولا جاي من المزارع ولا وغد حقا ولا وغد ادوية. يعني زي ما انتو عارفين بقى يا جماعة الناس اللي بتدي بقى علشان تكبر الفرخ بسرعة وتدول اوزان عالية لأ. آآ كل الكلام دهوات انت لو انت جبت حاجة بسيطة جدا وربطها كده في قلب بيتك. هتبقى كويسة جدا على قدك وعلى قد عيالك. عندك آآ مكان كبير ممكن ان انت تجيب وتعملك مشروع هيبقى والله زي الفل صدقون يا جماعة. يعني عن تجربة انا شرحت لكم الفيديو اللي فات وقلت لكم بسم الله ما شاء الله. الدورة يعني اعتبر انا كسبت منها كويس جدا بالرغم ان انا يعني ما بعتش الدورة كلتها ولا حاجة. لأ. انا بعت ودبحت وبسم الله ما شاء الله كنت سايبة بقى الاوزان اللي انا حاسة ان هي يعني ايه. ايه. من الشاي القوي. بس بالرغم من ان الفراخ اللي انت شايفينها دي فعلا والله يا جماعة شاي الاوزان عالية جدا. بس انا برضا هسيبها ومتعا مدى ان انا سيبها على اساس ان انا ايه? اوصلها لأكبر احجام. وبرضه ان شاء الله انت هتشوفها معي. تمام? يلا كده بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو. علشان ان شاء الله برضا هنعمل وصفة كويسة له. مش معنى جدا ان احنا خلاص سيبنا الدورة وبدأنا في دورة جديدة يبقى انا خده خلاص ما عندش عملهم خلطات لا. هنعمل خلطات وبسم الله ما شاء الله برضو كلها حاجات طبيعية. لغاية ما وصل فرح. الوزن عالي جدا. نقدر ان احنا نعمل بقى ايه? نشكل منه اللي احنا عايزين. عايزة تعمله منه وينية. عايزة تعمله منك انتكي. قطع منه زي ما انت عايزة. هيبقى ان شاء الله الصدور بتاعتها جزل. عبارة عن جزل كده. وعلى فكرة يا جماعيك ان الفراخ اللي انت شايفين هدايات. انا ساعد بعمل منها كفتة. وبعمل منها كباب فريك. وبعمل منها كل حاجة. يعني اكي انها زي هيها زي اللحمة بالزبط. انت عارفين ان هي بسم الله من شاء الله ده فراخ صدور وفراخ الصدور بتبقى يعني الصدور بتبقى تحس ان هي ايه? جزل كده. تقدر ان ان تتشكل وتعملي منها كل حاجة. اكي انها لحمة عندك بالزبط. وطول ما انت بتربي الفراخ البيضة في بيتك اكي انك انت عندي الخير في بيتك وعمرك ما تحملها هم حاجة ابدا. اه ان شاء الله برضو انا النهاردة هعمل لهم وصفة كويسة جدا علشان لو في اسهالات في اي مشاكل معوية ده هتبقى برضو كويس. اه النهاردة يا جماعة يعني ما شاء الله سعر كدكوت حلو جدا. اللي حابب يجيب يجيب. اه تقريبا سعر كدكوت النهاردة ستة جنيه ونص يعني زي الفل. اه انا انا اصلا يعني اشتريت الدورة الجديدة اللي انا جيتها ديها كان سعر كدكوت فيها كان بسبعة لربح. النهاردة سعر كدكوت بستة جنيه يعني حلوة قوي. لو انت عايز تجيب كمية هدي كمية. انا ان شاء الله يا جماعة والله نفس ان انا يبقى عندي مكان متوفر علشان اعمله فعلا كمشروع كبير. مجرد بس ان انا بعت من الدورة اللي انتو شايفينها ديها خمستاشر فرخة ومشاء الله يعني اطعوا معي مبلغ جامد. اطع يعني يعتبر اطع الف ومتين جنيه تقريبا او حاجة زي كده اسمعوا الفيديو اللي ان كنت عامله لكم. ما شاء الله فعلا انا عمري والله ما كنت تخيل ان انا ابيع منهم. وكان يكسب معي المبلغ دي. فما بركوا بقى لو كنت بعت الدورة كلتها على بعضها كان اضعت قد ايه. طبعا ده كان خلاف اللي كنت انا عملت لكم الفيديو كان خلاف الفراخ البلدي اللي اللي انا بعت منها برضو في المزرع. وكان عندي بسم الله ما شاء الله دي كروم كبير كان وزنه سبعة كيلو ونص يعني الموال ده كلاته اللي انا بعتبه ده كلاته كان ما شاء الله كان قطع آآ الفين ومتين وعشرين جنيه كمان. يعني كان ما شاء الله مبلغ حلو وكان خير يعني. آآ ما حدش بقى يعني ايه ينم في الخط كده يا جماعة ويقول لأ ده انا مش عارب بتجوي ساعة والكلام ده كلاته لأ. اتنشطي وقومي وعملي ورب حاجة لولادك. اجعل الخير دايما في بيتك. يلا كده يا جماعة بقى نشوفوا الوصفة بتاعتنا النهاردة هنعمله عبارة عن ايه? زي ما انت شايفين لنا جابها النهاردة كومون وكزبرة وزعتر. تمام? التلات حاجات دولت افضل تلات حاجات ممكن ان انت تعملوهم للفراخ عندك. علشان المشاكل معوي. طبعا الزعتر بيقدى على اي مشاكل معوية وكويس كمان لزيادة الوزن. فهنا النهاردة ضفته للمكونان انت شايفين الكمون والكزبرة. انتو عارفين ان الكمون والكزبرة يعتبر مضة قبضة. هناخد كده يعني ايه? حوالي معلقتان كبارة على العلفة اللي انتو شايفينها معي ديت على قد الفراخ. العلف دي يا جماعة لو انتم ملاحظين معي برضو في داش وعيش. وفي علف كمان. يعني انتو لو انتم ملاحظين كده وانا بقلب العلفة. اه احط عليه داش وعيش. ومشاء الله برضو مكترة نسبة العلف. شايفين? وضح معاكم في الكامرة. اهو. يعني ما منعناش العلف ولا حاجة علشان ايه? ما ينفعش ان انا منع العلف عشان الفرخ يعني يبقى محتفظ بالوزن بتاعه. ما يقلش. حتى انا اصلا يمكن التاجر اللي جي خد الفراخ واخدهم برضو وانا كنت بعلوفهم العلفة دي. وطبعا هو رجل يعني ايه بيتبح كده وفاتح محل. ويعتبر مرب زبون. فالزبون اللي عنده ببقى عارف نوع الفرخ الحلو. فالفرخ الباتي ببقى له يعني سعر تاني واحده. وبيبقى له طلب تاني لوحده. لانه طبعا ببقى واكل اكل باتي بيختلف عن اكل المزارع. تمام? هو حتى لو انت يعني ايه? جبتيه وربطيه وبعتلك لانك بتبع ازد من بره بنجنيه او باتنين جنيه. فده ببقى حلو يعني او برضو اعتبر مكسب كويس جدا. ده كده يا جماعة حطينا للفراخ تاكل هيته بسم الله ان شاء الله هم شابعانين لان الاكل قدامهم للنهار. بس انا هسيب العلفة قدامهم. عندما يقوم ياكلهم بس هما ان شاء الله يقوم ياكلوا دلوقتي لان راحت الكمون والكزبرة ده الوحيدة بتجذب الفرخ ان هو يقوم لوحده بيأكل غزب عنه. راحته بتبقى جميلة جدا. يمكن حتى وانا بقلب العلفة قدامكم دلوقتي ان شامها الريحة ما شاء الله جميلة جدا يا جماعة. فما بركوا بقى لما الفرخ ياكل ويفتح كمان شهية الفرخ على الاكل. بيخلي الفرخ ما شاء الله يشير معك اوزانة عالية جدا. اه ده ان شاء الله هما بدأوا بقى يصرصب ورا بعده هما تيقوم ياكلهم. اه ده طبعا اه انا هتتلقى صيبهم برضو كده وهتباح منهم ان شاء الله طازة يعني ايه صبح بصبح كده. ها هما بيقوموا كده ايه واحدة ورا واحدة كده لما بيشم الريحة بيقوموا كده واحدة ورا واحدة ياكلوا هنا ارد. تقدر بقى تعمليه برضو في المياه يا جماعة وصفات خميرة عسل الحاجات الياب تفتح الشهية دية. اه يعني مش معنى ان انا خلصت يعني خلصت الدورة ودبحت وبيعت وكده ان انا هسيبهم بقى لا. هفضل برضو دولهم وصفات. علشان الناس اللي هي دايما بتبعت وتقول لهم مش هبقى انا عند الوزن قليل جدا. حاول ان انت تبدأ مع الفرخ من الاول خالص ومن البداية خالص بالوصفات الطبيعية. ما نفعش ان انت تسيب الفرخ من غير اي حاجة. وتسيب الفرخ الوزن بتاعه يعني قليل جدا وتيجي في الاخر وتقول انا عايز ادي حاجة الفرخ. طي ما هو الفرخ بيبدأ بالوزن من البداية يعني من عمر عشرة ايام بيبدأ الفرخ ان هو يكون الوزن بتاعه. فحاول ان انت من بعد عمر اسبوع لطول تعمل معنا الخلاطات اللي احنا بنعملها. ده يفيد الفرخ معاك ويخلي الفرخ ما شاء الله يشيل اوزان عالية جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. متنسوش تحطوا الواقعات كتير للفيديو. السلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة